وكانت الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس وفرنسا على غير رئيب دول العالم في ظل انتشار فيروس كورونا محور المكالمة الهاتفية التي جرت مساء أمس بين رئيس الحكومة إليس الفخفاخ والوزير الأول الفرنسي إدوار فليب وقد تبادل الفخفاخ وفليب وجهات النظر حول آليات مزيد التنسيق وتبادل الخبرات لمجابهة الوباء والحد من تداعياته على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعبين والتخفيف من تداعياته السلبية على التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مرحلة ما بعد كورونا أتبع رئيس الحكومة خلال هذه المكالمة أوضاع التونسيين المقيمين بفرنسا من إطارات وطلبة وعمال مؤكدا تنسيق جهود التعاون من أجل الإحاطة اللازمة وتوفير الخدمات المطلوبة لهم